السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هنتعلم ازاي نعمل صورتك الشخصية بالشكل ده. يلا نبدأ الفيديو. اول حاجة هنعملها هنختار الصور اللي احنا عايزينها بعدين هنفتحه في فوتو شوك. تمام? بعدين هنعمل تمام? تمام? دلوقتي هنختار اللي اللي هي دي. هنفضل ضغطين على شفت واحنا بنعمل الدايرة عشان تفضل دايرة ما تبقاش اي حاجة تاني. تمام? خليك ضغط على شفت. بعدين هنخلي الفيل مافيش فيل تمام? والستروك ابيض. والستروك نخلي زي ما انتعايز. بس انا خلي ثلاثين مثلا. كونترول تي عشان اغير المآس انا عايز اغيره. هنفضل ضغطين على كونترول. بعدين هنضغط على اللير دي. تمام? عشان نعمل select الحتة دي. بعدين هنختار اللير دي. تمام? بعدين نضغط inverse. بعدين هنضغط على delete. عشان نشوف هنعمل هايد اللير تحت الـ background. تمام? اللي هي الاصلية. من دلوقتي هنعمل deselect. سلة deselect. من دلوقتي هنعمل select لللير اللي دحت دي. بعدين هنعمل duplicate تاني. ونحركها نحطها في الاول الخط. ونعمل visible. بالاول الخط . دلوقتي هنخلي لوبست تاتي الحتة اللي فوق دي. 60 هن dedans هنعمل زوم في الاول هنعمل زوم عند الحتة انا عايز ابCharacter قام به عبيد في الحتة اللي احتمشنا عايزان نعملها ثم نختار PAN TOOL ونعمل صلة الحتة اللي احنا عايزينها بالظبط تمام؟ موسيقى دلوقتي لما اتفلص هنعمل تسلكت على الحتة اللي احنا عمليها دلوقتي لما اضغط على دلوقتي ثم نعمل سلكت دي سيلكت ونرجع الاباسي 100 في 100 و كده يبقى خلصنا تقريبا هنعمل مرش لكل الليرز رايت كليك مرش هنعمل باكراوند و كده يبقى خلصنا لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو و شكرا و شكرا اشتركوا في القناة